أعزاء الشباب تتعلق عيون الجماهير المدعوة وأنظارهم وأفهامهم بما يرون من أساليب ينتهجها الدعاة في أداء دعوتهم فالأسلوب هو الذي يبعث في النفس قبولا ولهذا كان الحديث عن أساليب تلك المناهج الدعوية ضرورة ومن هنا عقدنا له هذه الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة أساليب الدعوة وخصائصها فلكل أسلوب من أساليب الدعوة خصائصه ولهذا عقدنا هذه الوحدة بدروسها التي جاء أولها مبينا لأسلوب الحكمة الدرس الأول أسلوب الحكمة وعناصر هذا الدرس في النقاط التالية أولها تعريف هذا الأسلوب أسلوب الحكمة كيف يتسنى للدعية أن يكون عليه وكيف يليق بك أيها الطالب الجميل أن تنظر إلى أسلوب الحكمة من خلال رؤيتك للدعية أيضا أهمية هذا الأسلوب وفضله في أداء الدعوة العنصر الثالث الوقوف على مظاهر هذا الأسلوب لأن لأسلوب الحكمة مظاهر وصور لابد أن يترسمها الدعاة في أدائهم للدعوة وأخيرا نقب بك على الخصائص التي يتمتع بها هذا الأسلوب نبدأ بتعريف أسلوب الحكمة أو تعريف الحكمة ما المقصود بالحكمة؟ الحكمة هي إصابة الحق بالعلم والعقل انظر إلى الربط الدقيق فلا يصاب الحق إلا بالعلم ولا يتحقق العلم إلا بالحق ولا يتحقق العلم إلا بالعقل وهذا هو واقع يجب أن يفهمه الدعاة فالحكمة من الله تعالى هي معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام والإتقان كيف لا وهو الحكيم الخبير والحكمة من الإنسان تعني معرفة الموجودات وفعل الخيرات فالإنسان حياته قائمة على المعرفة والتطبيق لكن الحق تبارك وتعالى الحكمة منه تعني الإيجاد والإبراز للأشياء من عدم هذا هو مقصود الحكمة أيضا ننطلق إلى أهمية أسلوب الحكمة وفضله وتظهر أهمية أسلوب الحكمة ويتجلى في أعلى صوره من عدة أمور منها أن لفظ الحكمة يجمع بين الحكمة النظرية والحكمة العملية وكلاهما مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا أيضا من أهمية أسلوب الحكمة أن الله تبارك وتعالى قد اختار لنفسه اسم الحكيم والله تبارك وتعالى أيضا ملأ قلب رسوله بالحكمة فقد جاء في الحديث الشريف فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري أي شق عن صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بتصط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانة فأفرغه في صدري ثم أطبقه هكذا أشار لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قد فرغ قلب النبي من كل شواغل الحياة وقد ملأه علما وحكمة ننطلق إلى مظاهر أسلوب الحكمة بعد أن بينا مفهومة وبينا كذلك أهميته وفضله نقف الآن على هذه المظاهر التي يستبين بها أسلوب الحكمة تتعدد مظاهر أسلوب الحكمة وتكثر ومنها اختيار المنهج المناسب لتطبيقه في الموقف المناسب والحالة المناسبة نعم لكل مقام مقال والحكيم من الدعاة هو من يقدر للموقف صورته ويضع له من العلاجات ما يذهب بأدوائه أيضا من مظاهر أسلوب الحكمة اختيار الشكل المناسب من أشكال المنهج المختار إنك إن اخترت المنهج العقلي استعملت من أسلوب الحكمة ما يناسبه وإن اخترت الأسلوب أو المنهج الحسي عليك أيها الداعية أن تقف على الأسلوب الحكيمي الذي يتناسب مع أداء المنهج الحسي وهكذا فلكل منهج أسلوب ومن المناهج الدعوية ما له أسلوبه فأسلوب الحكمة هو في الحقيقة مبرز لهذه المناهج الدعوية أيضا من مظاهر أسلوب الحكمة اعتماد مراتب الاحتساب وهي التعريف أن تبدأ أولا معرفا للناس ثم تعظهم ثم تعنيفهم عندما يقتضي الأمر تعنيفا ثم تستعمل اليد القوة عندما يقتضي الأمر استعمال اليد وهنا للكلام مضامين ثم أن تهدد ثم تضرب وهذا ما ينبغي أن يسير عليه الداعية ولكن بأسلوب جاء في الأحاديث النبوية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان القرآن أشار إلى هذا اللون من التعنيف أو هذا اللون من الأسلوب أن تكون حكيما في تعاملك مع الزوجة حكيما في تعاملك مع الناس أجمع والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا القرآن الكريم أشر إلى هذا المنهج وعلى الدعاة أن يستعملوا أسلوب الحكمة في التعريف والوعظ والتعنيف واستعمال اليد والتهديد والضرب وهذه كلها إنما تكون بضوابط وبنظم ينبغي أن يعيها الدعاة حتى لا تحدث الكوارث من جراء تطبيق هذا الأسلوب بغير فهم ولا وعي أما عن خصائص أسلوب الحكمة فمن خصائصه إمكان تعلمه واكتسابه يقول الحق تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والآية الأخرى تشير إلى أن التعليم ثم التزكيه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إن تعليم البشر هي مهمة الدعاة وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فمن خصائص إسلوب الحكمة أنه يمكن تعلمه ويمكن اكتسابه عند الدعاء كما أن الناس جميعا يتأسون بهذا الخلق كذلك من خصائص إسلوب الحكمة أنه عظيم أثر في الدعوة حيث إن الحكيمة هو الذي يضع الشيء في موضعه وكذلك الدعاء عندما يستعملون إسلوب الحكمة استعمالا طيبا تأتي آثار دعوتهم في الناس ترجمة نانسي قنقر